ما يخص نادي الزمالك ما يخص نادي الزمالك نادي الزمالك بيتكلم مع بيرامدز دلوقتي في صفقة تبادلية كبيرة صفقة داخل فيها أحمد رفعت وداخل فيها مجموعة من نجوم نادي الزمالك وممكن ممكن يكون فيها عواد مش بنسبة كبيرة ممكن ربما وإن فيه كلام على لعيبة من بيرامدز عمر جابر في الكلام ودونجا في الكلام ده الحديث ده الحديث طب قولولي لو أنتوا عايزين تقولولي حاجة قولولي طيب ف طيب اللاربع اللاربع لعيبة عمر جابر أحمد عاما منصور وإعماد دونجا ومحمود حمد تلاتة من اللاربع زمالك بيتكلم عليهم واللعيبة اللي الزمالك بيعرضهم أن هم يروحوا في أحمد رفعب واحتمالات احتمالات يكون عواد ولسه فيه لعب آخر ممكن ينضم لهذه الصفقة نادي الزمالك بيعمل بلانه دلوقتي على صفقات تبادلية وليست صفقات مادية واحد يطلع يقول لي طب ليه الزمالك بيلجأ لكده دلوقتي هل الزمالك بيتعرض لأزمة مادية طاحنة أبا الزمالك بيتعرض لأزمة مادية طاحنة إذن مرتضى منصور يفشل في إدارة الزمالك إذن الزمالك ينهار إذن الأزمة كبيرة جدا جدا أيوة نادي الزمالك بيتعرض لأزمة مادية أيوة أنا بقول لكم كده على مسؤوليتي الشخصية حلوة كده حلوة كده أيوة واللعيبة بتتكلم مع بعض هنسيب كامو ولا مش هنسيب وبتاع وعندهم جروب على الواتس بيتكلموا عليه أيوة عندهم آه عندهم مشكلة معنى كده أن في مشكلة عند إدارة النادي ومرتضى منصور لا مفيش مشكلة عند إدارة النادي ليه لأن جميع عندية مصر بتعدي بظروف مادية أنت حضرتك جبت الكلام ده منين بقى فين جميع عندية مصر دي أقول لكم فين الكابتن محمود الخطيب كان عند الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة للظروف اللي بيعدي بيها النادي الأهل المادية وأن هو عايز يكون فيه تعاون مع وزار الشباب والرياضة في مرتبات النادي الأهلي الفترة القادم وحصل اتصار ما بين السيد وزير الشباب والرياضة والمصرى منصور رئيس هذه الزمالك لأن أشرف صبحي أكيد حساباته لو اديت هنا جنيه حدعم هنا جنيه حدعم بهنا جنيه برضو يعني معنى كده أن الأقلاء الزمالك عندهم أزمة مالية أيوان أيوان عندهم أزمة مالية والكابتن سيد عبد الحفيز تكلم مع اللعيبة برضو في الأهلي أن عايزين ننزل الفلوس وننزل المستحقات المالية للأزمة اللي بيعدي بيها النادي هل ده معنى انهيار المنظومة؟ لا مش معنى انهيار المنظومة معنى ان الظروف الاقتصادية اللي بنعدي بيها عاملة أزمة في الأهلي وفي الزمالك وفي الصيد وفي اليوبلس وفي الجزيرة وفي كل الأندية اللي في مصر واللي مش حيفكر بره السندوق حيفلس واللي حيطلع من الأزمة دي بفكر مظبوط حيعديه حيعدي حيقدر يقف ويقوم على رجلهم